بدنا نوصل لنهاية فيروس الفلانتين او نهاية فلانتين فيروس او نهاية هذا الفيروس القاتل ربنا يقضى عليه ان شاء الله في ديار المسلمين ويبدأ كل الحب بتاعنا حب طاهر وعفيف انت مصمم على الفلانتين ايوة الحديث بتاع النب عليه الصلاة والسلام يأتي له باهوان اهل النار يوم القيام اهوان اهل النار عذابت يقول الو ان لك الارض جميعا وما فيها اكدت تفتدي بها يقول نعم يا رب يقول قد اردت منك اهوان من هذا قد البصر اهوان من هذا انك تسيب الولد اللي انت ماشى معاه اهوان من هذا انك انت تسيب المواقع القذرة اهوان من هذا صلاة الجماعة اهوان من هذا يا جماعة يا جماعة بدل ما نعمل احتفالية الحب المخلوق للمخلوق نعمل احتفالية الحب ربنا بدل ما تعلق دبابيب وقلوب حضرف في العربية بتاعتك ليه ما تكتبش عليها بحبك يا رب ليه ما تكتبش عليها حبيبي يا الله ليه يا جماعة البنت هتديك مشاعر لكن ربنا هيديك جنة عرضها في سماتة الأرض الولد هيديك الكلمتين حلوين لكن ربنا هيديك الفردوس الأعلى في جواره وهيديك يزود في الجنة أحسن مليار مرة من اللي انت بتكلميه يا جماعة ده الكنيس ألف على الفلانطين بدعة احنا هنقول عليه ايه يا جماعة العيد الصغير في 14-11 والعيد الكبير اللي جايد أهوت عيد الفلانطين العالم الكبير احنا بقنا عندنا عيد صغير عيدين حب وعيدين دين يعني بقى الحب زي الدين عندنا الوقتي عيديني فوق يا شباب ثم انت لو مصمم على الفلانطين عيد الفلانطين يا ترى هتصلي العيد فين وانتي هتصلي العيد فين انت بتترق علينا ولا ايه بتترق على الفلانطين ولا ايه لا يا حبيل القلبر مش بتترق اقولش قصد الفلانطين اصلا بالعيد انا قصد عيد تاني خالص قصدك عيد ايه عيد الفطر والعيد القضح لا 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 عيد اكبر واعظم في حياتك عيد ايه ده انما العيد هو لمن قطاع الله العيد الحقيقي اعظم عيد في حياتك. اعظم عيد في حياتك كلها. يما هتتصالح على ربنا. يما هتقوم تتوضي وتصلي ركعتين توبة. وتوقف من ايديته وليلو توبت اليك يا ربي. يا خالق يا مولاي. هو ده اعظم عيد في حياتك. وصلاة اعظم صلاة عيد هتصليها في حياتك. ركعتين التوبة اللي هتتوب لربنا بههم. يعني هتصلي العيد فين? هتقوم الوقت تتوضى بعد بسمات الكلام ده. وتقوم تتوضى وتصلي ركعتين صلاة العيد العظيم في حياتك. عيد التوبة في حياتك تعايد ربنا. صلحتك يا رب خلاص. سبتني ما اناش راجع تاري يا رب. ولا هتنزل تصليهم في المسجد ولا هتصليهم في البيت. هتصلي العيد فين يا جماعة. اعظم عيد في حياتنا عيد التوبة. واعظم صلاة في حياتنا صلاة التوبة. اعظم صلاة عيد صلاة التوبة. عايزين نتوب لربنا سبحانه وتعالى. وعايزين بقى صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى الفلانتين فيروس الفلانتين الخطير انا بذكركم يا جماعة بذكركم يا شباب بذكرك يا كل واحدة فلانتينية ويا كل شاب فلانتيني ويا كل واحد فلانتينو ويا كل بحث عن الحب وبحث عن الحب وما بتحبش حد بس ازعلانه وبتدور على حبيب ويا كل واحد مستني السبت اللي بعد الجاي عشان يقدم هدية الحمراء بتاعة التعبير عن مشاره لمن يحبوها في الدنيا ويا كل فتاة سعيدة بعلاقة حبة يعيشة فيها انا بقول لكم ان الفلانتين ده يدمر قلوبك يعي تدمر عليكم بله اختاريه يا هو يا ربنا اختارها يا هي يا ربنا اختارها جماعة اختار جماعة احنا في امتحان خطير نسبة النجاح في مش 42% و50% زي النجازة اللي بتحصل في accidentك نسبة النجاح في واحد في الالف بعطي النار واحد في الالف كل الف بني ادم واحد بيروس بيروسجهة وت جندما في النار والبني انا ما اقول ما بيزل تحت الطراب اول كلمة بيقولها رب ارجعون عايز دور تاني يا رب امتحانات الدنيا كنتم اخوا دور تاني فيها الدنيا دور تاني يا رب ممنوع كلا مفيش وهم يصطرقونا فيها رب انا اخرجنا نعمل دور تاني يا رب ممنوع ممنوع واللي بيسقط في الامتحان يا ويلو واللي بينجح في الامتحان يا رب تنجحوا كلكم وننجح كلنا يا رب يا رب تنجح كل فتاة وكل شاب وكل واحد من امة محمد وننجح كلنا يا رب الفرحان بنجاحه مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه لما بيفرح وبينزحزح عن النار فمزوح زاحا عن النار ويدخلها الجنة فقد فاد وفرشتك وانت داخل الجنة داخل الجنة لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا ومفيها هتفرح ساعتها بكل متر وليك في الجنة اكثر من فرحتك لو قلت لك انت بقيت ملك يا متواجه مكرا انت ستملوك عرش الارض مكرا احسن من فرحتك لو قلت لك قصور الارض كلها لتمقرأ وفرحتك لما ربنا يديك كتابك بيمينك هقوم اقرأوا كتابية اني ظننت واني ملاقب حسابية انا سبت كل شهوة عطلتنا عن ربنا عشان اليوم دهوت وانا سبت كل شهوة عطلتنا عن ربنا عشان اليوم دهوت تخيل فرحتك وانت بتحط اول رجل بعد الصراط والاخر واحد بيعد من على الصراط بيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين فرحان افراح الاخرة عايزيني بقى من اهل افراح الاخرة فرحتك وانت ببص الوجه اللي ها ترجع لمرأسك تقول لك لقد استدت حسنا وجمالا من فرحتك فرحتك فرحة رهيبة وانت بترتكف مقامات الجنة عايز اقول ايه في النهاية عايز اقول يا جماعة ان البولنتين فيروس ده لازم نحاربه يا شباب اللي عاد قدام الوقت يا شاب ملتزم او فتاة ملتزمة يا شاب وفتاة مبتالين بهذه المعصية اللي بيسمعون الوقتي سواء هيسمعوها من الفضائية هيسمعها من شريط هيسمعوها من نت يا كده يا كده لو انت ملتزم يبقى انت مكلف قدام ربنا انك تجاهد الفيروس ده انك انت تجاهد المعركة الشيطانية الابليسية ده ايه انك تعمل دين الله انك انت تنشر المعركة وسط كل الشباب ولو انت انسان ضعيف وانت ضعيفة استعينوا بالله جماعة انا بنصحك تصيحة عشان تستعيني على نفسك ايه قوم اتصل الوقتي بواحدة من صحبتك اللي التزموا قوم الوقت اتصل بواحد صحبك اللي التزموا وانت سيبتقله المالتزموا قوله لتسابنيش قوله لها ماذا تسابنيش والله يا جماعة انا اعرف شاب عمل كده الوقتي ما شاء الله الان اخوة الد гор mettre AND 그 ال Additionalbt服ه قدوا خطوه ايجابية اتصل بحد ملتزم من اصحبك وروح له اتصل بواحدة ملتزم من صحباتك وروح لها ثبته نفسك في بيتي الايماج في الصحبة الصالحة يا جماعة انا بكلم من ورقة للولد ورقة للبنت لما تشوف해 للولد uh... يبقى الولد ورقة والبنت لها ورقة و ولكن ورقة الولد مكتوبة عليها تحبها السؤال بخط كبير كده في الأول وبعد كده التراقات على قلبه لها حافة عليها لها تشوفها لها بس فت GSA وورقة ثانية اسمها تحبه بطاعت للبنت شوف تcre Adding هكذا بالکرى depende أو في الخلال حاجة اكثر من كده بسيطة جدا ان شاء الله هتكون خلصة وتصممت ان شاء الله وهنزلها على موقع ويت والله موقع الطريق الى الله ان شاء الله تدخلوا تسحبوها تنشرها في كل مكان تدوها لكل الشباب تدوها لكل البنات تدوها لكل الكافي شبز ننشر يا جماعة فكرة يعني الواحد ممكن يعمل الورقة دائية ويعطل بعض المصالح ولكن لانها دعوة عشان الشباب اللي عايز يعمل حاجة ويكافح هذا الفيروس يلاقي حاجة يكافح بيها ان شاء الله باذن الله نسحب الورقة دية من على الموقع ان شاء الله باذن الله وننشرها ونتضحها وننشرها في كل مكان باذن الله وقت بتحبها وبتحبيه وان شاء الله يبقى التصميم بتاعها احمر بقى وايه وزي الفالنتين كده ماشي مع جو الفالنتين خالص ولعل ربنا اجعل بها اصل ونبقى انكرنا منكر يا شباب ونبقى دعينا الى الله سبحانه وتعالى مش عايز كلنا ننسى ابدا ابدا ونذكر الناس بالرسائل ان 13 و14 و15 يوم الحد والثنين والثلاث وده من الاسباب اللي جابت النله واناتكو ربنا ماتجروش بحار بينكم ماتجروش مع ربنا ماتجروش ضد ربنا سبحانه وتعالى ما ننساش سيام 13 و14 و15 ابدا ان شاء الله حد واثنين وثلاث ربنا يا رب ان شاء الله وما ننساش ان شاء الله ان الايام الجاية دي يعني في خلال اسبوع يعني الورقة ان شاء الله تنتل بكرة مثلا او قريب من هذا ان شاء الله نلحق ان نتضحى يعني على قبل الفلنطين يكون كل حاجة جاهزة باذن الله سبحانه وتعالى عشان نقدر ان احنا ننكر هذا المنكر ونحارب هذا المنكر باذن الله سبحانه وتعالى فما ننساش موضوع الورقة عبدا ومسئوليتنا عشان هنتسأل قدام ربنا على هذه المنكرات كلمة احد السلف اني لا ارى المنكر فلا انكره فابول دما من خشية الله هقول لربنا ايه ان انا شفت المنكر واسكت خلاص يا اخواني في الله الى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وصلنا لنهاية البلنطين فيروس ربنا يقضع لي يا رب ويقضع لكل فيروس بيهدد هذه الامة يا رب ويتوب علينا توبة يرضى بها عنا يا رب اللهم توب علينا اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم انا نتوثل الي ونستغيث بك ونبتهل اليك. يا رب عجزنا عن اصلاح انفسنا يا رب. يا رب عجزنا امام شهواتنا يا رب. يا رب اصلحنا. اصلح فساد قلوبنا يا رب. طفر قلوبنا. يا رب. يا رب نستغيق منك شباب امة محمد يضع يا رب. اللهم انقذ شباب امة محمد. وانقذ فتايا امة محمد. وانقذ رجال ونساء امة محمد. وانقذ اطفال امة محمد. واهدي دعاة امة محمد وافتح لهم الابواب يا رب. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم ان شياطين الانت والجن قد اجتمعوا علينا لاضلالنا فهدنا يا رب. اجرنا يا رب. اغثنا يا رب. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اجعلنا من حواري الاسلام. اللهم اجعلنا لمسرة دينك في الارض يا رب اهد على ايدنا القلوب يا رب اخرج منا دعاة وداعيات يا رب اخرج منا دعاة وداعيات يا رب انصر دينك واعز اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة